السلام عليكم هل تعلم أن الإعصار ياجي يشتح جنوب الصين برياح عاتية وأمطار غزيرة؟ اشتاحت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار ياجي جنوب الصين اليوم الجمعة الموافقة السادس من سبتمبر 2024 ممن أدى إلى إغلاق مدارس لليوم الثاني وإلغاء رحلات جوية مع توجه أقوى إعصار في آسيا هذا العام إلى الهبوط على ساحل إقليم هينان ويصنف ياجي كثاني أقوى إعصار مدارية في العالم في عام 2024 حتى الآن إذ جاء مصحوبا برياح متواصلة بلغت سرعتها القصوى 245 كم في الساعة بالقرب من مركزه وجاء في الترتيب بعد الإعصار بريل الأطلسي المصنف من الفئة الخامسة والأكثر شدة في حوض المحيط الهادي هذا العام ويصنف ياجي كثاني أقوى إعصار مدارية في العالم في عام 2024 حتى الآن إذ جاء مصحوبا برياح متواصلة بلغت سرعتها القصوى 245 كم في الساعة بالقرب من مركزه وجاء في الترتيب بعد الإعصار بريل الأطلسي المصنف من الفئة الخامسة والأكثر شدة في حوض المحيط الهادي هذا العام وعند الظاهرة كان الإعصار ياجي على بعد حوالي 200 كم من سواحل هاينان ولم تفقد الرياح سرعتها خلال الليل وزادت شدته إلى مثليها منذ أن اجتاح شمال الفلبين هذا الأسبوع وتسبب في مقتل 16 شخصا ولا، ومن المتوقع أن يصل ياجي إلى اليابسة على الساحل الصيني بين وينتشان في هاينان وليتشو في مقاطعة قواندونغ اعتبارا من ظهر اليوم الجمعة ومن المتوقع أن يضرب بعد ذلك فيتنام ولاوس في مطلع الأسبوع وتوقفت حركة النقل في جنوب الصين اليوم الجمعة وألغيت العديد من الرحلات الجوية في هاينان وقواندونغ وهوند كوند ومكاو كما أغلق أطول معبر بحري في العالم وهو الجسر الرئيسي الذي يربط هوند كوند بمكاو وتشوهاي في قواندونغ وأغلقت أيضا العديد من الشركات والمصانع وأغلقت البورصة في هوند كوند وظلت المدارس مغلقة يوم الجمعة ويقول العلماء إن الأعاصير تزداد شدة بسبب ارتفاع درجة حرارة المحيطات نتيجة تغير المناخ مع تحياتي ولا تنسوا الاشتراك في القناة ودمتم سالمين